استوقفني خبر انه الشركة الايطالية والدولة الايطالية ايطاليا روما اللي بتبني السد اللي بتعمل ايه بتبني سد لشركة سيلين الايطالية بتبني سد النهضة هذه الشركة مع ايطاليا قرروا كل الناس يمشوا من اثيوبيا دلوقتي لما ايطاليا تقول كل الرعاية يمشوا مش شركة الشركة اللي بتبني السد شركة ايطالية اهو الخارجية الايطالية تدعو مواطنيها لمغادرة اثيوبيا وكل اعضاء الشركة الايطالية مواطنين ايطاليين فبالتالي ينسهب عليهم عملية الخروج من اثيوبيا خلال هذه الايام ده يعني ايطاليا كنت انا مترقب اشوف ايطاليا ليه لانه ايطاليا الشركة اللي بتشايد السد شركة ايطالية فوكنت مترقب اشوف هيعملوا ايه اهو قدام حضراتكم خارجية الايطالية ما جبتلوش ليه يا براهيم لا ليه ليه ما جبتلوش الخارجية الايطالية فين صار وطفة حاجة غريبة جدا يعني فانا اه عندما تتحرك ايطاليا بهذا الشكل في هذا التوقيت معناها انه الوضع فعلا خطير يعني بقول انه الدول دي كلها لن تجتمع وتتحرك نفس التحرك الجماعي المتشابه الى حد كبير الا اذا كانت الارض فعلا بتحمل ملامع مخيفة ودماء مرشحة للسقوط بشكل كبير جدا اهو اهو دي شركة سيليني شركة سيليني اهي قدام حضراتكم وي بيلد اللي هي الشركة اللي بتقوم بتنفيذ عملية البناء في صد النهضة فاعتقد ان الوضع بات خطيرا الى حد كبير يبقى ده اجمالي التطورات الحاصلة في اثيوبيا فهل الموظفين بقى العمال هيمشوا ولا هيعودوا ولا ايه هنشوف يعني كل هذا الكلام خليني بس اروح مع حضراتكم الى اهاتلي يا براهيم لو سمحت كده نشوف اللي الشركة دي بتعمل ايه هناك اه خليني بس اقول لحضراتكم انه ما يجري فيه اثيوبيا مش موضوع بنسلى به ولا موضوع يعني بنتكلم على الحدود الايرلندية او البولندية لا لا خالص احنا نتكلم على موضوع مهم جدا للقر الافريقية يا جماعة مش عايزي ننسى ان اديسة بابا فيها مقر الاتحاد الافريقي توا بعد ايه اديسة بابا دي اللي بيتم حفظ الامن فيها بالشوم والعصي فيها مقر الاتحاد الافريقي ومفاوضية الاتحاد الافريقي فبالتالي احنا الانين يعني احنا كافرقة الانين على مستقبل المنظمة الاممية بتاعتنا المنظمة الاخلمية الوحدة الافريقية اللي بقت الاتحاد الافريقي وكل ما نقوم ببناءه اعتقد ان الوضع في اديسة بابا في كل الاحوال بتحب اثيوبا بتكرى اثيوبيا هتزعل بتحب اثيوبا تكرى اثيوبيا هتزعل على البنايات والمؤسسات الافريقية الموجودة في اديسة بابا ده الشركة الايطالية وده فيديو لهم عاملين وهم فيديو ترويج عن سد النهضة الشركة الايطالية فهل العمال الموجودين في موقع السد هل مطلوب منهم المغادرة طبقا للنداء الايطالي هل يغادروا موقع او مواقع العمل في سد النهضة هل نجد الايطالية والشركة الايطالية بتقوم بسحب كل مهندسيها وعمالها من موقع المشروع ده فيديو ترويج قد نعملينه الشركة على موقعهم واحنا بس بنقول هل تقوم الشركة بسحب مهندسيها وعمالها هنشوف وهنرى ما يمكن انه هو يحصل خلال هذه المرحلة مهندسيها تقوم بسحبه